انسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلميذي الاعزاء اهلا وسهلا بكم في هذه الحصة بدون اطالة سندخل في الخواص الفيزيائية للأحماض الامينية طرقنا الى تصنيفها الان رح نشوف الخواص من بين الخواص الخاصية الاولى رحكم اطرقتوا لهذا السنة الثانية وهذا الدرس كذلك يحتاجه تلميذ السنة الثانية الثانية في التماكم اذا اطرقت الى النشاط الضوئي متى نقول عن مركب انه ناشط ضوئيا نقول عن مركب انه ناشط ضوئيا اذا احتوى على الاقل ذرة كربون كيرالية فما هو الكيرالية او ما هي الكيرالية الكيرالية انه نعرف انه الكربون يرتبط باربع روابط مشبعة هذا من الروابط اذا كانت المجموعة اللي تكون هنا والمجموعة اللي تكون هنا والمجموعة اللي تكون هنا والمجموعة اللي تكون هنا مثلا نقوله أنه هنا يكون المجموعة رقم واحد وليكن أو نقوله واحد وهذه ثنين وهذه ثلاثة وهذه أربعة كل المجموعات ولا وحدة تشبه لأختيها واحدة ما تشبهها لوحدة هنا نقول عن هذا الكربون أنه كيرالي معناها في المجموعات في ربعة يكونوا مختلفين لو نأتي بمثال آخر الكربون هذا قلنا يرتبط بأربعة تكون عندك هنا المجموعة رقم واحد وهنا تكون عندكم المجموعة رقم واحد 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 وهنا ثنين وهنا ثلاثة إذن و啥 ركم تلاحظوا؟ الركم تلاحظوا بالي المجموعة واحد تساوي المجموعة له هنا إذن هذا الكربون منقولوش عليه كيرالي إذن هذا ماهوش كيرالي إذن بصفة عامة يكون المركب ناشط ضوئيا إذا احتوى على الأقل على ذرة كربون كيرالية ذرة الكربون الكيرالية أنها تكون مرتبطة بأربع مجموعات في ربعة يكونوا مختلفين إذن نعود لدرسنا وشيقول لك نقول عن مركب أنه ناشط ضوئيا إذا احتوى على الأقل معناها تقدر تكون عنده وحدة زوج ثلاثة أربعة وهذه شفتوها في السنة الثانية في السكريات في السكريات كيلي عنده أربع ذرات كربون كيرالية إحنا اليوم رأنا في درس الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية درسنا عشرين حمض أميني إذن في عشرين حمض أميني ما عدا قلنا ما عدا عندكم عشرين حمض أميني هابلك في عشرين ما عدا الجليسين ما عدا الجليسين كلها ناشطة ضوئيا كل الأحماض الأمينية في تسعة عشر إذن إحنا عدنا عشرين حمض أميني كي نقصوا لها واحد أو نكتبوا بالعكس نروحوا للعكس ناقص واحد ما عدا يسوي لكم؟ يسوينا إلى تسعة عشر إذن تسعة عشر حمض أميني كلها تحتوي على الأقل ما عدا متسعة عشر هذون كي ننزوج اللي عندهم ذرتين كربون كيرالية أما الباقي شحال يبقى أولي تسعة عشر ناقص اثنين يبقى أولي تسبعتاش إذن سبعتاش كلهما عندهم كربون واحد كيرالي دوك الآن نحاولوا نبينو لكم اللي عندهم اللي ما عندوش ولا ذرت كربون ونبينو لكم اللي عندهم زوج ونبعد ندلكم أمثلة اللي عندهم واحد فقط إذن من بين هذون اللي هو القليسين دوك نشوفوا علش القليسين ما هوش ناشط ضوئيا قلنا يتميزوا بوجود الصورتين D و L حسب موضع مجموعة الآن عشر الثنين إذن كي تكون الآن عشر الثنين في اليمين ونقولوا أنه D كي تكون الآن عشر الثنين في اليسار ونقولوا عليه L إذن تبعوا معي الأمثلة هاوليك المثال اللي هو قلنا ما عدا القليسين علش القليسين ما هوش ناشط ضوئيا رحوا مباشرة لهذا الكربون هذا هذا لأنه مشبع لأنه هنا يا راه من الشكل C O O H إذن هذا الكربون ما هوش كيرالي رحوا الكربون اللي بعده لأنه هذا عنده رابطتين مع الأكسوجين نحسبوها مرة إذن هذا ما هوش كيرالي دائما C O O H هذا ما هوش كيرالي اللي عنده رابطة مضاعفة مش كيرالي رحوا لهذا عنده C O O H وعنده الآن U O H وعنده الآن U O H2 لحد الآن فيه رابق ٣ ihanثا من الان لكن الجذر هو R وهو ما هو H إذن عنده زوج H متشابهين إذن هذا الجليسين لا يحتوي على ذرة كربون كيرارية إذن هذا هو الوحيد شوفوا مثال أخر الألانين إذن رحوا مباشرة لهذه ذرة الكربون شوفوا ماذا رأسك فيها H CH3 في زوج مختلفين NH2 COH إذن في هذه المجموعات في أربعة كلهم مختلفة إذن عنده ذرة كربون كيرارية كان واحدة القاعدة قلتها في السنة الثانية وهي ثنين قوة AN وهذه يتمثلكم عدد ذرات الكربون الكيرارية إذن في هذه الحالة عندي واحدة إذن القاعدة تقول لكم ثنين قوة واحد إذن عنده تمثيلين الآن التمثيل كيفش يكون دائماً سيواش تكون هي في الأعلى نفرضها هي الرأس الرأس دائماً يأتي في الأعلى إذن نكتبوا سي أو أو آش بعد ذلك تحبوا ذرة الكربون الكيرارية تبينوها وتديروا عليها إطوال تحبوا ما تبينوها ما تبينوكم مثال الآن نكتبوا عندكم هنا الآن آش د ومنا وش عندنا؟ عدنا الآش والسي آش ثلاثة هي اللي تكون في الأسفل هذي نعتبرها هي الرشل سي آش ثلاثة كينديروا المرآت الآن انتوما كينفتح يدي يضوكم الآن وش راكم تلاحظوا أنا هذي القالم الأقلام راهم في اليد اليسرى بصح لو كانوا يقف في المرآت وش يقول له؟ يقول له في اليد اليمنى وتبالك اليد اليسرى هي التي هي فارغة إذن نحن كينديروا الصورة في المرآت هذون ميتبدلوش إذن هذون يبقى هما هما إذن السي واش وهنا هذي الكربون نبينوها وهذي سي آش ثلاثة أما الآن آش اثنين كانت في اليمين ويتولي؟ تولي في اليسار والآش كانت في اليسار وويل ولت؟ ولت في اليمين إذن كيني روحو نشوفو ذلك الان الآن آش ثلاثة راهي في اليمين إذن هذا نقلوه عليه hes did الآن آش ثلاثة راهي في اليسار إذن واش نقولوه عليها؟ نقولوه عليه أيها اوه خارجة اليسار بيضه أشخاص بيضاء الكربون أشخاص اشخاص نعم بالمشارة تؤخذ بيضاء الكربون يعني القاعدة يكتب رمزة بيضاء بيضاء كام دائماً الوظيفة الحمضية هي للجيف الأعلى. إذن حذاري لي أنه كثير تلاميذ يخطئوا في التمثيل. هناك الآن نرى كيفية تحبوا تمثلها بهذا الشكل. ذرة الكاربون الكيرالية ونضعوا عليها إطوال. وما بعد وشي يبقى لكم؟ يبقى لكم CH2SH. هذه هنا رأي عندكم الآن H2 هنا نحب أن نكتبها هنا. صورة في المرآة سي واش ونضعوا بهذا الشكل. وهنا يبقى لكم CH2SH وهنا نضعوا إطوال. إذن الآن H2 هنا نشوف فيها في اليسار. إذن في المرآة وش تولي؟ تولي في اليمين. الاش رأي في اليمين صورتها في المرآة وش تولي؟ تولي في اليسار. ونضعوا هنا يا إطوال تالي. واضح؟ إذن هذا من النوع L علاش لأنه الآن H2 رأي في اليسار. وهنا من النوع D لأنه الآن H2 رأي في اليمين. شوفوا المثال اللي بعده. ثريونين والمثيونين والإيزولونسين عفوا. ثريونين والإيزولونسين. نبدأ روحوا مباشرة لهذا الكربون. هذا الكربون رأيكم تشوفوا عنده H2 وهذه المجموعة. إذن هذا كيرالي. روحوا الكربون اللي بعده عنده H والOH والCH 3 وهذه المجموعة. إذن كيرالي. وهذا عنده CH 3 إذن مش كيرالي. إذن شحل عنده مذرة كربون؟ إذن هذا عنده زوج. إذن القاعدة 2 قوة 2 تساوي 4. إذن شحل عنده من الصورة؟ عنده أربع تمثيلات. إذن نجو هنا ندير المرآة. ونمثله. نبدأ وهذا هو الأول يعني. نكتبه C O O H. وبعد نكتبه بهذا الشكل. ها ملك في زوج. التحت وش نكتب هنا يا. نكتبه C H 3. أما ذوك الآن. نبينه عندي ذوك الآن. الآن H 2. وعندي ال H. عندي لي بعدها C O O H. وعندي ال H. كأنه ذوك الآن. عنده كانت عنده يدين فقط. ذوك الآن وعنده أربع أيدي. عنده ربع. عنده هنا وعنده هنا. إذن ذوك الزوج. كي يكونوا هنا. هاملي كي ندير هذا الشكل بش تفهموه. إذن كي ندير هكذا اليدين مع بعض. وش راكم تشوفوا فيها؟ نحن نرى ذوك الآن. بالنسبة لنا ذوك الآن. بالنسبة لكم راهي في اليمين. بصح صورة تحافل المرأة وش ولو. يعاودوا يا رشعوا هك. هذا التمثيل الأول. التمثيل الثاني لا. ندير وحدة في الأعلى. وحدة في اليسار. حك. وحدة في الأعلى. وحدة في الأعلى. بصح صورة تحافل المرأة وش ولو تتعكس. هك. إذن شوفوا كيف أش رح نولو. إذن في هذه الحالة. هاني قدرتهم على جهة. إذن نجيكم هنا. سي واش و نديره بهذا الشكل. لا تنسوا حاجة أنه هنا تبينه لطوالة. معنى ذرة الكربون أنها كيرالية. وهنا نكتبه سي آش ثلاثة. هنا رقم تشوفوا بأن آش ثلاثة. هنا كتف اليمين. تولي في اليسار. الأو آش كانت في اليمين. تولي في اليسار. وهنا الأو آش آش. إذن نظركم. إذن رح نشوفوا بالنسبة لأن آش ثلاثة. هذي رأي في اليمين. الآن آش ثلاثة. رأي في اليسار. إذن الأهل. وش مززلوا لي؟ ذوكم مززلوا لي كي نعكس واحدة. قلت رأي كان درت مع بعضها. ذوكم الآن لا ندير واحدة في الأعلى. تكون في اليمين. والأخرى تكون في اليسار. إذن التمثيلين اللي ما زالوا لي. اللي هم هاذا. شوفوا كيفاش نديرهم. مرآة. هنا ندير الآن آش ثلاثة هنا. ندير الآن آش ثلاثة. ندير الآن آش. ندير الآن آش. والآش. إذن نديروا اتوال. بعد ذلك صورتها في المرآة. إنهم يتعكسوا. سي آش ثلاثة. إذن الآن آش ثلاثة. الآن آش ثلاثة في اليمين. ونبينوا لتوال. الآن هنا. ما نشوفوش الآش. نشوفو بالنسبة للآش ثلاثة. الآن آش ثلاثة. إذن د. الآن في اليمين. إذن د. الآن في الياسار. إذن ال. الثريونين. د. ثريونين. إذن إذا كتبنا نسيغة من عنده. كتبنا أربعة. بنفس الشيء. الإيزولوسين. الإيزولوسين عنده هذا الكربون. وعنده هذا الكربون. أما هذن. ما عندهش. كي تجيو تمثلهم. تمثلهم بنفس الطريقة. بنفس الطريقة. لذلك. لا داعي لتكراره. إذن هذا القاعدة. تقعو ثنين قوة ثنين. يساوينا أربعة. ملاحظة فقط. يقدر يسألك. أو يطلب منك. وهذا السؤال تقريبا كل بكالوريا موجود. يعطي لكم الأحماض آمينية. يعطي لك الجذور. أو يعطي لك الأحماض. أول سؤالية. يعطي لك الجذور. يقول لك أكتوب للسيغة. نصف مفاصل أحماض آمينية. ولكن تلاحظوا أن الأحماض آمينية. دائما عندها نفس السيغة. شكل يتغير لك. يتغير لك الجذر. السؤال الذي يليه. وش يقول لك. يقول لك. مثل تمثيل فشر لأحد المركبة. أو يقول لك. لا. مثل لي تمثيل من نوع د. معناه هذا. يقول لك. السيستيين. مثل لي نوع د. وش يمثله. تكتب له غير هذه. يقول لك. كتب لي نوع آل. تكتب له هذه. يقول لك. ثريونين. يقول لك. مثل لي غير لي من نوع د. قام ب somethin نوع د. عنده زوج بليد. من نوع آل. أشياء له زوج بليد. witnesses to Quran. يقول لك. مثل لي غير لي غيرا. يمثلهم في أربعة. حذر. لذلك. تھريونين عند وزوج د وزوج آل. إذا قال لك. خwork Take D فقط. يقولك الغير Az lif. إذا قال لك قام لك على الغير الآل. قام ب Guard. إذن الآخر مثل Bot. ثريونين هكامل تمثلهم في أربعة. إذا هذه الامثلة. سأضع لكم مثال. فرضاً يكون لديكم آروماتي اللي هو قال التيروزين التيروزين السيغان تاعه اللي هو سي واش وهنا الآن آش 2 والجذرن تاعه اللي هو سي آش 2 حلقة بنزين و آش هنه وين روحوا؟ روحوا الكربون هذا والكربون هذا هذا الكربون مشكلة لأنه عنده زوج وهذا الكربون كيرالي لأنه عنده آش والآن آش 2 والسي آش وهذا كامل إذن نديرو عليه إتوان إذن القاعدة 2 قوة 1 يسوي لكم 2 إذن تروحوا تمثله هذه نديرو هنا المرآت ومبعد نمثل منه ومنا سي كيف نبدوه منه حتى مشكلة ومبعد نبينو هذا وهنا عندكم سي آش 2 الحلقة العطرية ومبعد عندكم هنا او آش إذن تبعو هنا الآن آش 2 وهنا آش وهذا من النوع دي لذلك نديرو نطلنا النوع الأخر والآش تولي في اليمين. إذن هذا من النوع ال. هذا من النوع ال. راح نمثلكم واحد اللي هو يبيلكم بزاف صعيب. وهو بسيط جدا. وبزاف يسئولي. اللي هو الحمض الأميني البرولين. الحمض الأميني البرولين. نحذفه هذه. اللي هو السيستئين. فقط. آخر واحد نمثله. أما الباقي يتمثله بنفس الفكرة. بنفس الطريقة. خلاص. البرولين. البرولين مسيكين هذا. أنه السيغان تكتب بهذا الشكل. سيواش. هذا برولين. عنده الشكل اللي هو هنا الآن آش. ومباد عنده حلقة خماسية. نكتبوها بهذا الشكل والله. ممكن حتى إشكال. نكتبوها بهذا الشكل. لحظة الحلقة الخماسية. هل هذا البرولين عنده ذرة كربون الكيرالية؟ نعم. ذرة الكربون الكيرالية تعالي رهي هنا. أما هذه وهذه وهذه لا. كنا نحب تبينوهم. هنا ما تنساوش. رأي عندكم سي آش دو. هنا سي آش دو. هنا سي آش دو. وهذه راهي سي آش. مدام سي آش راهي فيها الآش. وعفوا هنا يا تكون بهذا الشكل. عنده السي آش والآش والسي آش دو. والسي آش دو. والسي آش دو. كلهم مختلفين. إذن كيرالية. إذن عنده غير واحدة. أما الباقي له. ماذا تجدوه؟ نبدو نكتبو السي واش هي اللي يجي في الأعلى. ومن بعد. تجي هذا الكربون. هذا الكربون فيه الآش. إذن الآش يجي من. ومن بعد. تبن نرسم الحلقة نتاعنا كما راهي. آش. ها. برولين ومشي برولين. هذا برولين ياك. برولين. إذن وش راكم تشوفوا الآش. راكم تشوفوا الآش راحي في اليمين. إذن هذا من نوع دي. لو تقول لي أسل كيفش نمثل الآل هذه كامل الحلقة كامل الدور. كأنه حاكم تشوفوا في اليد تاي كيفش راحي ديرها. هذا هو الآش ثنين. وضوكوا الآن ديرها في الصورة في المرأة. وش تولي تقلب كامل تولي. إذن هذا كذلك. كان بهذا الشكل. وضوكوا الآن تتقلب هذه تتقلب منها. إذن كي نديروا لها الصورة في المرأة. إذن نخلّو السي واش كما راحي. وهذه هنا اتوان. ونباد شوفوا كيفش تولي. الآش ثنين عفوا نكتبوها بالأحمر. واضحة. اذا هنا كانت الان اش. اذا شوفوا وين يجيكم الان اش ذاكو الان. ان اش. الدور منا. وم بعد نكملوا الخدمة نتاعنا كما راي. والاش هاي نكتبوها بنعودوها بلون مغاير. هاي لك الاش. ومنا هاي لك الاش. وراكم تشوفوا ذاكو الان ان اش. اراكم تشوفوها في اليسار. اذا هذا من نوع ال. معنى هالحلقة دارت كلها. الحلقة دارت كلها. هذا تمثيل اللي هو انتاع البرولين. لكن البرولين انتم مادوك متعود ومتبينوش هنو السيقاش اثنين. اذا هادون تخلوهم كما راهم. اذا نكتبو هنا يا الحلقة الخماسية تانا. هاي لك. هذا هو البرولين تاعكم. اذا هذا هو التمثيل فيشر للبرولين. اما باقي الاحماض الامينية كلها تمثل بنفس الطريقة. قلنا عندكم زوج. عندهم اربع. او عندهم ذرتين كربون كيرالية. لهو الثريونين والايزولوسين. عدنا الجليسين ما عنده ولا آآ ذرة كربون كيرالية. والباقي معناها من العشرين كي نحو واحدة. يبقى وتسعتاش. تسعتاش كي نحو لهم هذو الزوج. اللي عندهم ذرتين كربون كيرالية. يبقى لنا سبعتاش. اذا من السبعتاش الاخرى كلها تمثل بنفس الطريقة. بنفس الطريقة. نزل لكم واحد ولا يكفي. تباني يكفي. لا داعي لذلك. اذا هذا هو النشاط الضوئي بالنسبة الأحماض الأمينية. وان شاء الله في الحصة القادمة رح نقدم لكم السياغ الأنفوترية. تبعوا معنا في القناة. اتفرجوا لفيديو تاع زملاء الاساتذة. كذلك قنوات زملاء الاساتذة. ونتابعكم ونرافقكم اذا كان للعمر بقية. الى غاية يوم البكالورية او النجاح. ان شاء الله الى ذلكم. الى ذلكم الحين ان شاء الله. ما تنسوش شعارنا دائما وابدا لمن تخلوش عليه العلامة الكاملة والنجاح باذن الله. تحية الاستاذ رواني سفيان. سلام.